من ضمن السئلة السلام عليكم تعاوز استفسر بخصوص كلية النقل الدولة واللوجستيات بالاكديمية العربية والتكنولوجيا هل لها شغل للبنات ولا البزنس افضل ان في ناس كتيرة بتقول ان ما لها الشغل في رأي حضرتك ايه اللوجستيك على فكرة واحد من ضمن المجالات اللي مطلوب عليها الطلب بشكل كبير جدا سيبك بقى من فكرة الولاد والبنات والكلام ده مش وجهة نظر مظبوطة الفكرة بس ان الشغالين في مجال اللوجستيك بيبقوا مطلوب منهم شفتات متغيرة فخلي بالك لان انت بتتعاملي مع جهات خارجية فجهات خارجية ممكن يبقى انت عاوزينك بالليل او الصبح او في مجال نفسه نوعا ما فيه تقلبات كتير عشان كده في بعض الاماكن بتفضل تعيين الزكور الرجال فهي دي الفكرة لكن هل دا يمنعك انك تقدمي او انك تجد فرصة عمل اكيد لا ان شاء الله وتجد فرصة عمل باذن الله لكن لو انت بينه بينك انت الموضوع بالنسبة لك ما ليش شغف او في يعني بصراح دخلها وخلاص يعني شغالة بس البزنس برضك شغال ساعتها دخولي مجال اوسع اللي هو البزنس عشان يوسع لك المدارك يعني مسلا ممكن تشغل يا مدائة شهار في الماركتنج المجالات دي ممكن تجد فيها فرصة عمل كتيرة جدا ومش مقصورة على جنس معين لكن لو انت مغرمى بمجال اللوج رستيات وحباة ادخلي والارزاق على الله وان شاء الله رزقك هيكون وانت مدام انت محبة المجال هتبقى مبسوطة جدا جدا باي حاجة وربنا وفاك بازن الله ودي وجهة نظري ولك يمطلق الحرية